كنت أقول أن هناك طيب عاد مرة أخرى الصوت لينقطع يا مونير عاد مرة أخرى وانقطع الصوت نعطيك فرصة نصف دقيقة لإصلاحه وتعود إلينا مونير إذن مشاهدين أعود لأذكر بأن ما جرى في جنوب العاصمة الليبية الكريمية تحديدا هذه المنطقة هو انفجار في مستودع يتبع لشركة الكهرباء أستاذ محمد الاتصالات الجارية مع الأهل وكذلك الأصدقاء في هذه المنطقة الاتصالات الجديدة ما الذي يقولونه لك أستاذ محمد هل من جديد؟ أستاذ محمد محفوظ نعم سنحن نطبق على السؤال أقول لك وأسألك فيما إذا طوال الفترة التي غبنا عنك بها نحو ثلاث دقائق هل ثمت اتصالات مع الأقارب والأهل في هذه المنطقة؟ فيما إذا كان هناك معلومات جديدة من الممكن أن تضاف كل الأقارب الموجودين في هذه المنطقة تم إخلاءهم وتم نطلهم إلى مناصق أبعد عن هذه التجارات وأيضا تحدثوا لي بأن كل الجيران وكل المنطقة المحيطة وهي منطقة شافعة من ناحية المساحة باعتبار أن كما ذكرت لك أن السلطة من منطقة زراعية ومنطقة سكنية كلها تم إخلاءها وإجزائها منذ الساعات واللحظات الأولى لانتناع هذه الحرائط وهذا الانتجار لكن نازالت من العين المجردة الفينة اللهب نازالت تراب العين المجردة مما يعطي مؤشرة أستاذ حسين بأن لازالت هناك مواد قابلة لازالت مواد مشتعلة في هذه المنطقة ولم يتم السيطرة على هذا الحريق ستبقى معنا أستاذ محمد منير أعود إليك مجددا تفوض المنير كما أعرف أنه يسكن قريب جدا من هذه المنطقة نعم محتأن ولكن بحسب المصادر التي توصلت معها هنا وهي مصادر غير رسلمية كما قلت لك هي بعض المصادر من خلال السكان الذين يقتنون هنا وحتى من الأجهزة الأمنية المتواجدين هنا يعني بمعلومات بما رأوا بعينهم هناك على الأقل سبعة جرحة لم نتعكب بموجود حالات وفيات نعم بالفعل تم إخراج جميع السكان القريبين من مناطق هذا الحريق أو هذا التفجير الخوف كما قلت لك من وصول ألفنة اللهب إلى منازل وإلى مناطق أخرى والحاجة عن وجود مواد قابلة للاشتعال والخوف من الوصول الميران إليها أو ألفنة اللهب إليها الوضع كما قلت لك بدأ أكثر تنظيما على السعيد الأمني من عمليات الإخراج والإفناء وفتح المسارات وأيضا توفير ممرات لسيارات الإسعاف وأيضا سيارات المطاف التي كانت تجد مشكلة في عملية الوصول إلى داخل ذلك المكان وإبعاد المواطنين وأيضا المدنيين عن هذا المكان كل المخاوف الآن من وجود مواد مشتائلة وكما قلت لك وجود خطوط للغاز هذه مخاوف كبرى من هذا المواطنين هنا وأيضا وجود بعض المواد الأخرى داخل السركة غير معلومة موجودة داخل السركة حتى الآن الحديث عن مخاوف كبيرة من الأهالي وأيضا من السلطات الأمنية هنا وأيضا من يعملون على الإسعاف اشتركوا في القناة